ما زال المسؤولون الحكوميون في العراق يأتون بالغرائب ويتحدثون بالأوهام فهذا مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي للكاظمي يرى العراق بيئة آمنة خالية من عمليات غسيل الأموال ضاربا عرض الحائط بعشرات التقارير التي تتحدث عن معضلة غسيل الأموال في البلاد العراق خالي من عمليات غسيل الأموال أساسية بره برهن العراق أنه خالي من عمليات غسيل الأموال أساسية وبالتالي رفع من لائحة المخاطر العالية إلى الطبيعية صار بالحالة الطبيعية وبريطانيا العام الماضي أيضا سواء خبير في السياسة المالية أكثر واقعية من صالح يؤكد أن العراق ما زال في دائرة الخطورة بالنسبة لعمليات غسيل الأموال وإن كان بدرجات أقل هذه اللوائح والتعليمات المصادرة وبالتالي تم تغير العراق من مرحلة الخطورة إلى مرحلة أقل خطورة فيها ومنذ أقل من عامين قام الاتحاد الأوروبي بإدراج العراق في قائمة الدول عالية الخطورة لغسيل الأموال محذرا من أن عراق ضعيفا وغير مستقر لا يملك إلا أن ينتهي به الأمر بالفشل مع تداعيات كارثية في المنطقة وخارجها فكيف بعد فترة وجيزة يتغير الحال على الرغم من أن المؤشرات تبين انزلاق العراق في بيئة مضطربة ماليا حتى باتت الشركات تعاني من حرب مسعورة بين أحزاب وميليشيات نافذة في السلطة وسبق أن ذكرت منظمة النزاهة الأمريكية أن حكومة الكاظم فشلت في تطبيق وعود مواجهة الفساد وعلى رأسها الملف المالي غسيل الأموال في العراق مرتبط بشكل أساس بأذرع الميليشيات التجارية والمصرفية فهل انتهى الوجود الميليشيوي حتى تصبح البيئة المالية آمنة ومستقرة؟